السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لاب نمبر 5 in immunology and serology laboratory about ويدال تست هلا ويدال تست هو اسم فاحص معين يطلب من المختبرات سواء كان في المستشبهات او الخاصة نتعرف شو هو ويدال تست عن ايش بيكشف كيف البروسيجر والبرنسبل لائله بالنسبة piel الويدال تست هو عبارة عن سيرولوجيكال لأيسم لديغنوز انتريج او تيفويد فيفر سمعتو انتريج feaver او تيفويد فيفر فالويدال تست يستخدم للكشف عن التيفويد Fever او التيفويد الفيفر اهلا بالنسبة للتيفويد الفيفر والانتريج فيفر مين بيسببهم بيسببهم بكتيريا معينة واحد من الى بكتيريا معينة السالمونيلا السالمونيلا تعتبر انترق بكتيريا بتسبب التيفويد التيفويد انترق فيفر انفكشن مثل سالمونيلا تايفي سالمونيلا برا تايفي بانترق سالمونيلا برا تايفي بانترق سالمونيلا برا تايفي اذا هدول السالمونيلا والسترق من السالمونيلا الممكن انه يسببون التيفويد فيفر ممكن الكشف عنها خلال هذا الفحص السالمونيلا بشكل عام عندها ثلاثة انتجينز ممكن انه بتظهرهم ممكن انه ممكن انه يتم الكشف من خلالهم عنها في عنا الفلاجيلر انتجين من يوم اطلعنا نعرف انه الفلاجيلر انتجين هو الاتش انتجين تمام اذا بس اقلكم عن الاتش انتجين هي الفلاجيلر انتجين في السالمونيلا والا انتجين هو عبارة عن سوماتيك انتجين ال vi انتجين هو عبارة عن سيربس انتجين تمام اذا هدول ثلاثة انتجين بكونوا موجودين في السالمونيلا مجرد مسير الانفكشن خلال اسبوعين بيتم تشكيل الانتيبادز مجرد السالمونيلا من قدر انه يتم تكوينها ويتم ايضا الكشف عنها عن طريق البلد او غلال البلد هذا الفيجر بوضحنا شكل السالمونيلا هيك تقريبا بيجي شكل السالمونيلا في عندها الفلاجيلر انتجين يو عنا ال ه انتجين وعنا السوماتيك انتجين يو عنا ال o انتجين والسيربس انتجين يو عنا الفي اي انتجين طيب ايش البرنسيبل هو عبارة عن direct agglutination test when the colored smooth killed salmonella انتجين suspensions are mixed and incubated with patient serum anti salmonella antibody present in patient serum react with antigen suspension to give agglutination تمام؟ هاد البرنسيبل اذا انا بيقول عندي الرياجينت ايش فيه؟ فيه colored smooth killed salmonella antigen تمام؟ اذا فيها المونيلا antigen طبعا هي killed حتى تكون safe وتكون smooth colored حتى يسهل علينا انه نشوفها اوه اوكي اذا هاي اول شي الرياجينت اللي بيكون معنا اذا احنا معنا الانتجين على ايش رح نبحث في السيرم؟ في السيرم رح يتم البحث عن anti salmonella anti salmonella anti salmonella anti salmonella anti salmonella to enhance the reading of agglutination test حتى تساعدنا في القراءة فالوانوها the blue stained anti salmonella 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 لونونا اياه باللون الاحمر بالنسبة لل bi antigen ما رح يتم الكشف علها ال O antigen وال H antigen كفاية اذا ال H احمر وال O ازرق تم بالنسبة لل positive somatic antigen بيكون في عنا اذا اعطانا ال O antigen هذا يدل على recent or active لكن ال H antigen هذا يدل على old or immunization تمام تمام اذا اذا فبتقولوني ايش الفرق اذا طلع عنا H antigen او O antigen لكن اذا تم الكشف على O antigen هي اللي اعطتنا agglutination بتكون active recent المرض الجديد حاليا موجود المرض لكن اذا اعطانا H antigen فانه المرض كان قديم او انه هذا الشي عبارة عن immunization للمرض يعني انه ردة فعل جهاز المناعة ضد المرض القديم تمام؟ ال H antigen ودال لما افتح البطل او افتح الكت ايش بلاقي في عندي Bottles Antigen بطل سنلاقي ال H antigen عبارة عن رح يكون في عندي Bottles واحد لا السلمونيلا السلمونيلا Typhi O التاني السلمونيلا Typhi H بعدين السلمونيلا Typhi A O antigen السلمونيلا Typhi B O antigen كل واحدة بطل لحالها سيكون with red color while all with blue color بالنسبة لل positive control هو رح يكون contains ready to use standardize got anti serum with poly specific antibody رح يكون عنده poly specific antibody رح يكون ال positive control واحد بطل 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 Procedure of without test The without test can be conducted in two phases رح يكون عنه two phases مثل ما تعودنا اول phase انه هو عنه qualitative slide agglutination test نحكي له screening منحدد من خلاله هل هو positive او negative فقط و السمي كونتيتيتف تست الجزء الثاني السمي كونتيتيتف منحدد تقريبا خليحكي الثالمونيلا والانتيبادي نبلش فيه الكواليتيتف سلايد تست أو السكرينيج تست بالنسبة للبروسيجر مثل ما تعودنا دائما جميع الرياجين يأخذ روم تيمبريتشر و ميكستويل لازم نخليها كلها تأخذ روم تيمبريتشر فبنطلحه بنحطه مع البنش و بنعملهم ميكسنج بعد ذلك في البداية خليحكي السكرينيج رخ يتم على الكارد تمام فبالنسبة لل السمي تست هنضيف 80 ميلي مايكرو ليسر أوف تس سامبل انتو ايش ري اكشن سيركل لابلد از بنجيب اول اشي كارد في حكيانا سيركلز فيه بنعمل لابلنج الاولى أو التاني حط عليها اتش الثالثة اي او اي اتش بي او بي اتش حتى نميز كل سيركل اش حطينا فيها تمام فراح نضيف السيرم عليهم كليات مايقور خطوة تاني خطوة اد وندروب اوف بوزتيف كونترول على السيركل هنحكي هدول قديش ستة صح بروح بنجيب كمان كارد فيها كمان سيركل بنحط البوزتيف كونترول وايضا النجيب كونترول على سيركل تاني بعد هيك اد الانتيجن سليوشن اوف سالمونيلا تو سيركل لابل اس هلا السيركل اللي حطت عليها لابل او باجي بحط عليها انتيجن ل السالمونيلا طيب او بحط نقطة تمام او تمانين مايكروليتر السيركل التاني مثلا حط عليها اتش بضيف عليها رياجنت اللي هو سالمونيلا طايفي اتش سالمونيلا برا طايفي اي او اتش سالمونيلا برا طايفي او اتش وهكذا كل رياجنت بحط على السيركل الخاصة في افتر داد بنعمل ميكسن واذ ابليكاتور استيك او في الوودين استيك وبنعمل روتايت السلايد جنتلي و دور اتش بنعمل اتش للا اغلوتينيشن بنشوف وين صار عنا ال اغلوتينيشن مش بنعمل سمي كوانتتاتيف لا بهمنا بس البوزيطيف رسل انتربنتراشن حقينا اكيد البوزيطيف رح يكون فيها اغلوتينيشن within one minute والنيكتف تيست رح يكون اغلوتينيشن سمي كوانتتاتيف تيست خلنحكي في الاول عن السلايد هو نفس الكارد this is performed for the samples which showed positive aggrotination during qualitative test نفس مني الحكت القمية العيني اللي اعطت بس الرياجنت اللي اعطى positive في السكرينيشن هو اللي بنعمله سمي كوانتتاتيف زي ما تعرفنا في البداية نجيب كل الرياجنت مع السامبل نحطهم اتروم تيمبريتشر وميكسنج وين بعد هيك هلا هون الدليوشن رح يكون مختلف طريقته رح اعمل دليوشن جاهز من البداية يعني رح اضيف في اول سيركل 80 تمام من السامبل بدن 40 انا رح اخفف السامبل بايدي ما رح اعمل هتخفيف ونقل بتكون تركزوا معي هون السيركل رح حط فيه 80 الثاني 40 20 10 5 اذا بتلاحظوا هون عمانا ايش نعمل نعمل تو فول دليوشن بعد هيك اضيف 1 دروب الانتيجن الانتيجن يلي اعطانا positive باضيف لكل سيركل بعدين باعملهم ميكسينج ويل طبعا في الاستيك بعد اعمل روتات لالسلايد جنتلي وباشوف underlight وباشوف لوين وقف عنا ال agglutination حتى نحدد ال end point وبالتالي نحدد بالنسبة لالانتيجن الانتيبودي تايتر مثل ما تعرفنا او تعودنا هو عبارة عن risk program of the highest dilution that gave a visible agglutination كمام التايتر يلو عبارة عن مقلوب الدليوشن ل ال end point 80 micro liter سامبل corresponds 1 over 20 اذا dilution السيركل اللي حطينا عليها 80 micro liter من السيرم تعادل dilution واحد على 20 واللي حطينا عليها 40 رح يعل ال dilution رح سير واحد على 40 اللي حطينا فيها 20 رح سير واحد على 80 واحد على 160 واحد على 320 لانو نحن عملنا dilution من الاصل تمام هلا agrotination titer greater than 80 is considered as significant infection but lower than 80 نعتبر absence of infection ما فيش عنده infection تمام اذا هون positive result انا ما في عند sensitivity ما تعودنا في التستات الابل لا هون انا بعمل dilution اعملت dilution اذا طلع عندي titer 80 80 بعرف انه 80 او اكتر بعرف انه positive والشخص مصاب اذا كانت اقل من 80 الاصابة يعني لا تذكر نسميها insignificant بالنسبة السمي quantitative tube test اذا نحكينا عن slide نحكي عن tube بالنسبة tube يستخدم هو accuracy عنده اكتر لكن المور popular اللي هو slide test ليش لانه اسرع بالنسبة السمي quantitative ايش procedure bring all reagent وتما تعودنا عن temperature حتي يخطر temperature and mixing بعد prepare set of test tubes بجيب test tubes بحط براك for antigen which should agglutination اللي اعطتنا بالضبط نفس الشي اللي اعطتنا في qualitative test positive set contains 1 to 8 tubes مثل موجود في الشكل وبعد هيك saw the dilution of the serum sample of tube number 1 to 7 respectively in each antigen set R نفس الشي هون بنعمل dilution نحن نعمله في الاول رح نحط نفس الشي 80 فهذا يعني انه 1 على 20 بعدين 1 على 40 نفس dilution اللي اعطنا لكم بس بعدين 1 على 80 160 320 يلو عنا two fold dilution tube number 8 رح اخلي الى negative control بس رح احط في بدل السيروم رح احط في normal saline تمام two tube number 1 to 8 بعدين باجي اضيف لهم الانتجن suspension اللي اعطانا positive تمام اذا نجيب 8 tubes اول سبع بحط فيهم السامبل لكن بعملهم تخفيف انا مباشرة من البداية والثامن باجي بدل ما احط فيه سامبل بحط فيه normal saline عشان استخدم as negative control بعد هيك بجيب الرياجent بحط one drop أو 80 microliter of reagent على كل التيوب من واحد لثمانية بعدين maxwell cover and incubate وفي عنا incubation biolog cover and incubate these tubes overnight اخليهم لتاني يوم حتى تطلع الريزلت at 37 degree عادي في ال incubator اللي كل نستخدم في microbiology نفسه بنحط فيه خلني حكا دول tubes after incubation منيجي نعمل the sediment and observe for agglutination باجي بعد بحركهم وبطلع على sediment اذا صار في عنا agglutination بحرك لحتم اشوف وين اختفى agglutination هذا الفيجر توضحنا ال procedure اللي نحنا اعملنا تمام هون عمل التخفيف هو لحاله او بامكان نعمل التخفيف مثل ما عملنا في slide من الضبط اخفف serum بعد اضيف لها هون استخدم التخفيف في normal saline مثل ما تعودنا في او تر ما تعلم في الوقت الاول كيف ممكن اعمل dilution في tube interpentry result the antibody titer of the test sample is it is reciprocal متل ما تعرفنا هو titer عبارة عن reciprocal highest dilution end point titer greater than 80 نفس الشي تعتبر significant positive واقل من 80 تعتبر abs of infection negative تعتبر تمام limitation of without test without test اخذ مطعوم typhoid fever قديما وبيضل عندنا الانتيبودي موجودين بشكل عالي فممكن يعطينا false positive result cross reaction with non-typhoid salmonella may give false positive result also ممكن يعملنا cross reaction with non-typhoid salmonella cross reaction between malaria also malaria paracide and thalmonella may cause also false positive result and cross reaction may occur with enterobacteria sharing the same slbs يعان antygen معين may give false positive result also تمام هيك كون حكينا عن الويدال test good luck for all is you have to شكرا